شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس والشركة بلدنا القطرية وذلك في مجال الأمن الغذائي تنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 1.5 مليار دولار وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية تصل إلى 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب بهدف إنتاج 300 مليون لتر من الحليب سنويا بالإضافة إلى استزراع 280 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتقطية الاحتياجات اللازمة للمشروع وللاستخدام المحلي والتصدير وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المبدولة نحو دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي لافتا إلى أن المشروع يحمل فرصا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن توفير تكلفة استيراد تلك المنتجات بالعملة الصعبة